ما تمكنت لا أن تكون شهيداً ولا أن تسأل الله الشهادة صادقاً ولا أن تجهز غازياً ولا أن تخلف غازياً في أهله ألا تستطيع أن تصلي ركعتين قيام ليل وأن تسأل الله أن ينصرهم في جوف الليل إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر صلي ركعتين في جوف الليل وقل يا رب أنصر إخوتنا في غزة الدليل أسرع الدعوات إجابة حديث صحيح أسرع الدعوات إجابة دعوة أخ لأخيه بظهر الغيب فإنها لا ترد ما تمكن أن تدعو إذا بكيت وأنت ترى هذه الدماء تسيل من أطفال صغار هذا البكاء تعاطف بكاء دعاء أن تخلف غازياً أن تجهز غازياً أن تطلب الشهادة أن تكون شهيداً هذا متاح لنا جميعاً بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديث إلى الله يا الله، يا الله، يا الله يا غياس المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين ضاقت بنا المسالك، وأحاطت بنا المهالك، واشتدت بنا الأزمات، واستحكمت حلقاتها، وأزفت الآزفة، وليس لها من دونك كاشفة اللهم اكشف غمتنا، وفرج كربتنا، وأغث لهفتنا، اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذه، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء القرآن أعداء فلسطين، اهزم أعداء غزة، أعداء شعبها اللهم اهزمهم، وانصرنا عليهم، مكّن لنا منهم، ولديننا في الأرض ولا تمكن منا أعداءنا، ولا تدع لهم سبيلا علينا اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا إننا مغلوبون فانتصر لنا، مظلومون فانتقم منهم، متضرعون فاستجب لنا مستغيثون بك فأغيثنا، يا غياس المستغيثين نشكو إليك ضعف قوتنا، وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكلون، إلى قريب يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك، الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك، أو أن ينزل بنا سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء، وخنوع الضعفاء، وشح الأغنياء، وعجز الأمناء، وخيانة الأقوياء، وكيد الأعداء، وخذلان الأصدقاء اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضاً هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع أحرقت وأطفالاً أبرياء يتمت، ونساء تأيمت، وأمهات ثكلت، ليس لنا رب غيرك ولا ملاذ سواك، اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واسأر لجنودك الموحدين، وانتقم من الطغاة والمستكبرين اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك، ونقمتك، وحرمهم من حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك، وقوتك يا جبار، يا قهار، يا عظيم، يا قوي، كن جباراً عليهم انتقم لنا من أعدائك، أعداء الدين اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم، وسلمهم من خلفهم، وعن شمائلهم، ومن فوقهم، ومن تحتهم اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ليس لهم رب سواك، ولا ناصر لهم سواك إن خذلهم أهل الأرض، فأنت ربنا وربهم، لا تخذلهم يا رب العالمين لا تخزهم يا غياس المستغيسين اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عاداً بريح صرصر عاتية وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية، ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية اللهم إنهم طغوا في البلاد، فأكسروا فيها الفساد اللهم صب عليهم صوت عذاب، وكن لهم بالمرصاد دمرهم كما دمرت إرمذات العماد اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في سلطانك الذي لا يضام اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفر لنا إلا منك وإليك، ولا رجاء إلا فيك، ولا رضاء إلا عنك، ولا اعتصام إلا بك، ولا إخلاص إلا لوجهك الكريم اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكسر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يغذل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم كن لنا وليا ونصيرا وكن لنا معينا ومجيرا إنك كنت بنا بصيرا اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا وهاديا ومثبتا ومؤيدا يا رب العالمين اللهم ارحم شهداءهم وتولى أهلهم من بعدهم وكن لهم عونا ومعينا وحافظا وناصرا ومثبتا وأمينا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أجب دعاء الصادقين من المستغيسين والمتضرعين اللهم أنت عون لهم نسألك أن تستجيب لنا وأن لا ترد دعائنا اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا في غزة ويحمونهم وأنزل من جنودك التي لا يراها أعداءك ولا يراها أعداء الدين اللهم أنزل جنودا يقاتلون مع إخواننا في غزة يا رب العالمين الله موفق ولاة المسلمين بما تحب وترضى واجمع بينهم على خير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين